النهاردة كابتن سيد عبد الحفيز كان بيمثل النادي الأهلي في اجتماع الأندية مع اتحاد كرة القدم نقولت لحضراتكم بيوم الأربع اللي فات النهاردة حيكون في اجتماع ما بين اتحاد كرة القدم وما بين ممثلي الأندية لتحديد شكل الدوري في الموسم القادم وهل الكاس حيكتمل ولا مش حيكتمل أو إيه اللي حيحصل في هذا الأمر الحقيقة تحفظ الكابتن سيد على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراكم لـ 72 ساعة زي ما كنا اتكلمنا مع حضراتكم في هذا الأمر لأنه انت خارج من إرهاق ورحت لمنتخبنا الوطني عشر تسع لعبين من النادي الأهلي راحوا للمنتخب الوطني وبالتالي أكتر النادي حيكون مضرور خلال الفترة اللي جاية وأيضا بعد هذا الاجتماع استعرض طبعا رئيس الاتحاد في البداية الارتباطات الخارجية للمنتخب الوطني والأنديية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية جدد أيضا أستاذ أحمد مجاهد دعوته للأنديية لتشكيل رابطة الأندية المحترفة بقال نميل سنة بنتكلم في هذا الأمر وأشار إلى أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكلفوا إجراء مساحات طبية لللاعابين سواء على الأندية أو الاتحادات وأيضا طرح رئيس الاتحاد على الأندية التوصل للنظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات مشينة إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة ده كلام محترم نتمنى أنه يحصل بمعنى أن لو حد عايز طاقم تحكيم أجنبي من فضل حضرتك يكون هناك من الأول أو منذ بداية الموسم اتفاقات معينة ما بين الأندية أو ما بين ممثلي كل الأندية واتحاد كرة القدم على أن الشروط اللي هيجي فيها طاقم تحكيم أجنبي لقم واحد اتنين ثلاثة وتكون معممة على كل الأندية ما يجيش نادي عايز يعمل كده عايز يعمل كده ولكن تكون هناك اتفاقات محددة ووضحة ما بين اتحاد كرة القدم وممثلي الأندية في هذا الأمر إن شاء الله إجراء كرة مسابقة الدوري في موسم الجديد هتكون يوم الثلاثة المقبل ويعني أنا عندي برضو معلومة مش عارف قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة إن من الممكن جدا أن يتم استقناف مسابقة الكاس يوم 13 سبتمبر المقبل على أن تبدأ مسابقة الدوري الجديد في أكتوبر المقبل وبالمناسبة ده الاقتراح اللي أنا كنت قلته الحقيقة هنا في هذا البرنامج إن إيه المشكلة لما تأخر الدوري شوية لغاية لما تنتهي من الكاس وما تعملش ضغط المباريات كل 3 يام أو كل يومين زي ما كان حيحصل أو زي ما كان التفكير أو زي ما كان التسريبات اللي موجودة اللي عملها تحت كرة القدم خلال الفترة السابقة ولكن في النهاية حنشوف إيه اللي هيحصل برضو في هذا الأمر